أجوه يومئذ خاشعة عاملة نعصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف فلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من سيفر إلا من ثولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سلع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده السيام والقيام ويسره نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونشكروه على فضله وإمسانه وحق أن يشكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والتدوير وكل شيء عنده بقدر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل من صام وقام وصل وزكى وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الربس وتهرهم تفيرا وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصغد والمعشر وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون مع عشر المؤمنين والمؤمنات اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروا ربكم واشكروا ربكم على الثمان والبيوغ في القيام والسيام وصلوا ربكم القبول وتعوذوا بالله من الغيبة والحرمان وعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد فإنه اليوم الذي توج الله به شهر السيام وأجزل فيه نسفائمين والقائمين جوائز البر والإكرام عيد تمتلغ القلوب فيه فرحة فرحة وسرورا وتزدان الأرض به بحجة وكبورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يومكم هذا معشر السنين يوم عذيب وعيدكم كريم أحمد الله لكم فطره وحرم عليكم سيام يوم ذلك بإعساله وكرمه على أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم وفيه يحمد المسلمون ربهم على نعمة الإسلام ويكبرونه جل جلاله على ما أولاهم من الفضل والإنعام وهو يوم جوائز يوم يرجع فيه أقوام من المسلين وقد خرجوا من ذنوبك يوم ولتهم أمهاتهم نسأل الله ناظم أن يجعنا جميعا منهم يا رب العالمين فيا فوز العاملين ويا فرحة الصائمين بهذا اليوم الآذين ويا خيبة المفرطين المحرومين الله أكبر الله أكبر الله أكبر العيد تعبير سالك عن انتماء الأمة لدينها قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوما عيدا وهذا عيدنا فالعيد فرهم وشكر بما أتم الله ولا ما أتم به على عباده من النعمة وبما وفق للطاعة فآيات عمة الإسلام جاءت بعد طاعة وعبادة فالفطر بعد الصوم والأوحى بعد الحج فما أجمل اقترام فما أجمل اقترام البر والشكر قال صلى الله عليه وسلم للصائم الفرحتان يفره هما إذا أفر فره بفطره وإذا يقي ربه فره بصومه الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنيئا لمن كان رمضان فرسة لأداء العبادة على وجهها وهنيئا لمن عاش رمضان حقيقة كما يحب ربنا ويروى وهنيئا لمن ذاك قلبه حلاوة الإله في رمضان وهنيئا لمن حصل التقوى المنشودة المقصودة من وراء السيام وهنيئا لمن أهل الله موات قلبه بقراءة القرآن وسماعه وهنيئا لمن غير رمضان نمت الحياة فأصبح عبدا ربانيا وهنيئا لمن كان رمضان سببا لمغفرة الذنوب والعتق من النيران اللهم اتعالنا جميعا منهم يا رب العالمين وهنيئا لمن وفقه الله على الثبات بعد رمضان فلا يعود إلى المعاشر والذنوب ببركة هذا النور الجديد الذي يضيء خلبه الذي يضيء خلبه بعد تلك هذه الليالي من القيام وهذه الأيام من الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو رمضانكم يا أمة الحبيب محمد وهذا هو عيدكم يا أمة الحبيب اخرجوا إلى ربكم إلى رب كريم يجارسي ويكرم ويجود ويأسن إلى رب غفور يعفو ويرحم ويعفي بالقليل الكثيرا قل بفضل الله وبرغمته فبذلك فليفره هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكرة ورسولاه اللهم صلِّ وسلِّم وأنا على حبيبنا وصفينا محمدٍ عليه من أخوه الصلاة وأستر التحيات والتسليم اللهم يربي صلِّ وسلِّم عليه في الأولين وصلِّ وسلِّم عليه في الآخرين وصلِّ وسلِّم عليه في الملأة الأعلى إلى يوم الدين أما بعد لشفها لشف سع فالسلي هو الله عزوجان من المدين في هذه الحنية هذه الحنية التي ستتقبل أن في العهد في النوم التي ستتقبل أن تاجمها لعيام الله عزوجان سلسلة لطلب من الأمن أن تجنب أي يومًا حلوث يا سلسل وعصبت من ذلك في الملأة الأكتب يشترك بمتالي على طريق الاسم لكن لا يشترك بمتالي فهو بحث قد يشترك الله عز وجل يستطيع أن يشترك بغياءة أخرى هم يشترك الله عز وجل في كل مكان لكنت نوعاً حسنًا يشترك هذا اللہ عز وجل فيمتالي رمي للمشاهدة المترجمات الآن من الناس يدفع من الناس يدفع بطبيقات حيث يدفع بطبيقات صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم كمنسا أمن لسوالة والمساومين اللقجوم والعطوش كمين يترجموا أكمل أولا أنه لätter يجوان ونزجل أكمل طيس لا آن والأسفر كيف كيف تعالى تحقيق وليس أغانب قد يترجم يعني أغانب عن كل أسفق ترس على يترجم اللحة المصقت العالمي فقط على الجبات من وقت هذا الموضوع وقت كيف يقضر تشكير من يعجم رمضان يجب أن نفعله مهل بحل من نفسه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 صحب الرحيم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 نعم 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 شكرا نعم 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 مرحبا 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 مرحبا